ما عايشين حياة تانية خالص في فرنسا بمناسبة العيد وبمناسبة الصحبة الجميلة اللي احنا فيها واتنوارها شمس الشموس صبوحة نقول ايه موقفك من حدوطة حق الاداء العلني بالنسبة للمطربة او المطرب يعني تبقى الغنوة بس من حق المطرب بس ويعني واحد قصدك ولا عدة مطربين ومطربات لا ليه ما يغنيهاش كتير مطربين ومطربات دي حاجة بتبقى حلوة وكل مستمع بيسمعها بالصوت اللي هو بيحبه دي حاجة كويسة انت شار الغنوة على عدة اصوات يعني شوفي لتكزيبي غنها الله يرحمه استاذ عبد الحليم ونجات فكانت نكحة من الاتنين دي حاجة كويسة طب حضرتك غنيتي لحد غيرك سبقك في الغناء وبالتالي تسمحي لحد من الاصوات الشابة يغني اغانيكي انا ما غنيتش لغيري الحقيقة يعني ليه لاني تربيت مثلا على الاصالة الفنية في مصر هنا وكده فما بحبش اخد اغاني حد يعني لكن في كتير ناس خدوا للاغاني بتاعتي وبقوا يقولوا دي بتاعتنا يعني هم لوحدهم كده قالوا وعملوا شوية مشاكل لكن انا طبعا اتمنى كل الناس تغنيين للاغاني بتاعتي ده دليل نجاحي لكن انا ما خدش غنوة حد ابدا ولا ايه استاذ سلطان ايه رأيك والله انا يعني اللي انا بشوفه ان اه طالما ان المطرب اه غنى اغنية معينة ونجح فيها فاذا هو اه بقى موجود من خلال هذه الاغنية وبقت الناس تعرفوا من خلال هذه الاغنية حتى لو كان المطرب ده من نجوم كبار ومشهور ومعروف يقولك الاغنية الفرنية دي بتاعت صباح مثلا اغنية كزا بتاعت صباح لسه موصلناش ان احنا نبقى النجمة هو العمل مش صاحب العمل يعني لازمنا حتى الان في السينما النجمة هو الممثل حتى لو كانت الفيلم قصة عظيمة جدا لكن دايما اقولك فريد شوقي مثلا في الاغنية دايما اقولك المطرب قبل الملحن وقبل المؤلف يعني اغنية عبد الحليم حافظ بتاعت كزا ميقولوش مثلا اغنية محمد الموجي العمال اغنية مثلا الفايزة احمد بتاعت كده مش اغنية محمد سلطان مثلا مثلا اغنية صباح مش اغنية مش عارف مين يعني دايما لازلنا حتى الان النجم هو اللي بيحمل عاتق شهرة العمل عشان كده العمل لو اتغنى باكتر من صوت برضو بيبقى في النهاية مرتصق بصوت واحد فبيبقى على حساب التاني مادام صباح المايكروفون معاك لان غنت انا غنوة اسمها ايام اللولو وطبعا في مطربة كل الناس تحبها وتقدرها يعني ويمكن بصوتها الغنوة احلى لكن اما سمعت شوية من نسقين بتوعها بيشتغلوا معاها سمعت انا سجلتها فكان عندها هي حفلة على تلفزيون فغنتها قبل ما انا انزل الغنوة على السوق وكده فطبعا يعني دي انا مش ممكن اعملها حتى لو انا طبعا معايا تنازل لو حتى معايا تنازل واسمع حد غنها قبل خلاص يعني مش ممكن اغنيها فكان حصل شوية اشكالات لكن انا مبسط انه الغنوة دي تنزل بكذا صوت ليه لا قالوا ايه بقى بقولوا بيغنوا كل اغني انك حيانا يانا وانا كده ده اللوعة ويدلع ويمعلم ده حتى يمعلم سجلوها الصنات كمان وسجلوا انا هنا يا ابني الحلال ايه قالوا ايه بقى انا هنا هنا يا ابني الحلال لا عزاجة ولا كتر مال بحلم بعيش ام له انا سعدي وهنا انا هنا يا ابني الحلال انا قصد فريد شوقي مرة كان في لحن اسمه حسونة ونيكح قوي قوي كنت بعمل انا هو فيلم فقال لي ايه رأيك هدى سلطانة عندها لحن حيفرقه اجيبهولي قلت له ياريت تعال اتفقنا انا هو اتفقنا انا هو استاذ فريد واخدنا اللحن وغنينا بفيلم لكن هي كان روحة حلوة قوي وكانت مبسوطة جدا يعني طب يعني انا غنية زي الفيلم حسونة ما تحن علي حسونة انا زيك غاوية وغاوية وغاوية وحبيبي ما صدقت لقيته والغاوي نقط بطاقيته رأيته والغاوي غاوي الله الله افتكرتها بفعلا مادام صباح طبعاً عملت الدور بمنتاج شياكة والحلوة وخصوصاً إنه البطل اللي هو أنا كان مفروض سباك وهي أورستوكرات يعني الستة العظيمة اللي بتلبس طبعاً وأحلى واحدة كانت مازالت طبعاً بتلبس صباح فده اللي كان عامل الكنتراست أو الفرق إزاي الستة العظيمة دي حتحب الولد أو الراجل السباك البسيط الفقير ده وفعلاً حبته وغنت له حسونة بقولي يا أستاذ فريد على ذكر إعادة الألحان بأصوات تانية ومادام صباح قالت ما عندهاش مانا إن تتعاد ألحانها بأصوات تانية رغم أن التليفون بيرن أنت أدوارك العلامات الفتوة رصيف نمرة خمسة كلمة شرف العلامات البارزة اللي لو كانت حيقرخوا في تاريخ السينما في كتاب حيكتبوا عنها ترضى إنها تتعاد بناس تانين بفنانين تانين شروق يكونوا ما فيش شك وبأسعيد جداً وأنا حاولت طبعاً أعيد هذه الأفلام بشباب جديد مال إتش يعني الأسف اللي بقولها مال إتش مين اللي يعمل جعلون مجرماً مال إتش مين اللي يعمل فتوه مال إتش مين اللي يعمل رصيف نمرة خمسة مش مال إتش يعني كله الشباب أسادزة شباب الحديد مين يعمل؟ آه يعني في شخصيات لازم تبقى مقنعة عشان المشاهد بقى يصدق الشخصية دي يعني أنا دايماً بقول بنادي أفلام الأكشن اللي هي ضرب لا تموت حتى في السينما الأمريكية ولا في أي سينما في العالم بديل الموضة الوقت الكاراتيه والضرب والحاجات دي نكحة أوه آه عاوزين البطل وأنا مستعد دانتج وقلت الكلام ده اللي يقنعني إنه 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 بيدرب الناس دي آه زي ما كنت هنا بقنع يعني مش بقولها عشان أنا يعني مش عارف مش لاقي البطل مقنع يعني أسادزة في التمثيل إنما البطل ودايماً بقول لهم كلهم اعملوا أفلام أكشن لأن دي آه موتيفة لا تموت أبداً آه فأنا مش لاقي فعلا أنا مستعدة عيد أفلامي بس مش لاقي شباب يعني وفي التجربة حصلت مع سيدة فاتن حمامة لما عادوا أفلامها وسقطت ما نجحتش وبالتالي إنت مع نظرية عدم إعادة الأفلام أو العلامات البارزة على طريق السينما المصري أصلاً كمان الأفلام رغم إنه عمرها تلاتين سنة ما زالت عايشة يعني دك النهارة ننزل لي فيلم يجعله المجرماً فواحد صحف الكاتب قال فيلم الموسيقى وهو عمره خمسة وعشرين سنة يعني علامات مش عادرين ننده فمدام بتعرض ليه أعملها تاني رغم إن دي بتتعمل في أمريكا الأفلام بتعاد باستمرار بالشباب جديد ونوعية جديدة إنما هنا يعني معرفش الجمهور بدي أما بيعلق في ذهنه بطل أو مطربة أو مطرب بتفضل مدى الحياة علقة بذي أنا حسأل مدام صباح بأعتبر إن الأستاذ محمد سلطان قال صوتك في كل القدرات أو الأكتبات أو القدرة على أداء لحن وقصيدة لكن هو بيحس كملحن ومتخصص إن أنت من المفضل إنك تكوني في الحاجات الخفيفة يعني تدخل برضو البهجة زي بهجة العيد للقلوب تعليقك إيه؟ هو الحقيقة كده أنا دالوني يعني وطبعا بحاول المساء حاولت أغني ساعات ساعات تغيير بالنسبة لي كانت حلو لا يا قلبي يخليك قد التحدي يعني طبعا أنا عملت تشكيلة كبيرة في حياتي لكن ما غنتش قصائد حاولت مرة في مسرحية أقول قصيدة طبعا كانت القصيدة دي أول ما أبتدي أقولها أولا العايزي يشرب سجارة يطلع بره فالناس بقت كل ما أقول أنا جي وقت لا حيقوموا دلوقتي أبقى وقفة حتقطع وبعدين دخل أستيس عيد في رايحة الله يرحمه الكاتب الكبير حضرني مرة قال لي إيه القصيدة إيه الغلطة اللي عملتها في حياتي كده وأنتم خلاص طوبة مش ممكن يعني هي كده جايز قصيدة وطنية يعني ممكن تمشي كده في مناسبة بتاع حاجات كده اشتركوا في القناة